القوات الأمنية بعد أن أكملت تحرير المحور الشمالي والغربي لمدينة الرمادي والتقاء قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب معا قوات أمنية أخرى تواصل التقدم من الجهة الجنوبية والشرقية نحو مركز الرمادي رئيس مجلس قضاء الخالدية قال إن تعزيزات عسكرية من الجيش والشرطة الاتحادية متمثلة بآليات ومعدات عسكرية وأسلحة واعتدة وصلت إلى المحور الشرقي لمدينة الرمادي لتعزيز القوات المتواجدة والمتقدمة بعمليات التحرير هناك القوات الأمنية بمساندة مقاتلي العشائر تتقدم ببطء لوجود العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر داعش في الطرقات والمنازل في حصيبة وجوابة شرق الرمادي الهروب الجماعي لعناصر التنظيم والانهيار الكبير في صفوفه سهل دخول القوات الأمنية للقاطع الشرقي العائق الوحيد هو العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في تلك المناطق اشتركوا في القناة